الناس بتطردك بعنف لكن انا هسيب لك الاختيار عايزين يسمعوا منك تاني تسمحهم ايه طب هم طالبين حاجة معينة اه ايه اه 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 عسكرة عسكرينة اه و ايه تاني وبرواز البرواز البرواز نقول البرواز اوكي نقول البرواز يانا لو تكرمت يعني تحاوض طيب اولا قبل ابل ما اقول البرواز هي بس انا كنت البرواز تعليقا على تصفيات الجسدية الحصلة في مصر من ايام الثورة حتى الان اه دايما بتطلع الارقام احنا بنشوف ارقام النهاردة يعني الشهر ده في مصر في 101 قتلوا خارج اطار القانون ده اللي اعترفوا بيهم ده اللي اعترفوا بيهم اللي هم قالوا في اتل 59 في الـ 59 كانوا في سينة اتلهم العسكر وفي البقية الارقام كانت تصفيات منهم الاربعين اللي قتلوا بعد الحادث بتاع الاوتوبيس فانا اصد ان انا التعليق على الارقام الناس ما بقتش بتعلق على الموضوع ده علشان شايفين الارقام 101 خلاص اللي بعده فيه 13 فيه 15 لو وقفنا مع رقم من الارقام دي رقم بس وشفنا حكايته هنعرف ان الموضوع مش مجرد ارقام كده تقالته خلاص الموضوع مش بالسهولة دي هم بيخبوا شهم دلوقت لدرجة كده بطلوا لعبة عشان كمان محدش يربط وبطلوا يقولوا اسماء اللي قتلوهم يعني الاول كانوا بيقولوا فلان وفلان وفلان تم مثلا فيه مع فشابك درب النار دوم يقبضوا عليهم فدربوا نار ايه ينفس التيمة تمام بقى لي خمس سين بطلب طلب تافع جدا قلت انه مصدق كل اللي بتقولوه صورونا فيديو ايوه بالظرر صورونا فيديو بس المواجهات دي فيديو وريني ازاي عشان الناس تريح تموت ضميرها ولو كذبا المواجهات الحقيقية اللي بيطقع فيها الشرطة وبيقع فيها العسكر انت بتشوف نتائجها مع لما كان فيه بالظبط الارهابين هما اللي بيعلنوا عنها بالظبط كده وبتطلع فضايحهم فيها وبنشوف شكلهم وهم بيجروا فالبرواز معمولة على حكاية التصفية واللي بالارقام والناس مجرد ارقام بالظبط احنا مش هنتكلم على موضوع التصفية احنا هنتكلم على قصة واحد من اللي تصفوا دول واحنا بنقول رقم كده عادي واحد من المية واحد لا احنا انا شلت المية على جنب وجبتلكم قصة واحد بس عشان تعرفوا كم الوجع اللي فيها الموضوع مش مجرد رقم بس تمام البرواز البرواز في الشارع واني ماشي وكان عندي كذا مشوار وكانت الزحمة خانجاني ويوم ما طلع لهوش نهار وكان راجل كبير شفته لمحني زي ما لمحته شاور لي الحج بعصايته فاني خدت الكلام بهزار والظاهر ما كانش الحج بيهزر وقال لي انت عبد الله قلت له خير يا حج امر قال لي ابني بيحبك فوق نفسك ما تتصور وعدتوا اني لو شوفتك لجيبك عنده تتصور في دخلة حارة مزنوقة لقيت سلم عمارة قديمة مسنودة على جرانها وبتسلم دخل قال لي ما تدخل عاد وقل له اصل عندي معاد وعم الحج دم صمم لقيتوا بيعمل الجهوة وعلى مهلو بيت مختر وان اعنيه على الساعة يا عمي يلا هتأخر وهو اللي على لسانه خلاص جايلك بقى اصبر فقام رايح على دلابه ابو درفة بنص جزاز وراح مادد هناك يده وطلع منها برواز وكان في الصورة حتت واد بن الضارة تقول استاذ وانا تلفت يمين وشمال مدام ابنه مهش في الدار يبقى لسه في الشارع وعم الحج باله طويل وانسكاتي معاد نافع رحت قيل له محروقة الصور بتجاز بقى لك ساعة بتلاوح قال لي هصورك يا ابني مع البرواز اصل ابني مهش راجع شقى عمري وراس مالي وحيدي وحظي في عيالي والصدق اللي باقيالي وعكاز اللي كان سندي صاحبي واخويا وحبيبي عمي وخالي وقريبي رصاصة منها من جيبي خدت عمري اللي كان ولدي خلاص ارتاح خلاص ارتاح وريحني لا اخطب له ولا ادور على اللي تشاركه آماله ولا ساعده ولا يعزمني يوم عنده ولا هلعب مع عيالي اقول لك عمري ما كنت بتكلم له في سياسة ولا اخترت اللي يعجبني وجنب الحط لاقيني ولقمة عيش توديني وشربة مية بتجبني وبعد ما كنت هتتحكلي وقلت خلاص لقيتها غوية تتعبني فطول معيالها فيها رخاص اللي هيلقى فيها خير يحاسبني واللي يده بتهد الشباب برصاص عمره يبني ما هيبني خد صورته خد صورته واني رح اكبر الصورة لأعلى مقاس عشان بيجيني واني نايم يراقبني وانت ماشي وسط الناس خبيها عشان دول شمتنين في ابني بس